النهاردة الطبق الرئيسي على السوشيال ميديا مباراة الاهل والزمالك والأحداث اللي موجودة بشأن موقف لعبي نادي الزمالك بغض النظر عن البيانات الرسمية اللي لسه لغاية دلوقتي مفيش بيان رسمي نقدر نستند عليه عشان نتكلم كل اللي بيتكتب في المواقع وكل اللي بيتكتب على منصات السوشيال ميديا بالنسبة لنا بتبقى أنباء واجتهادات ولكن ليست أخبار رسمية المؤكد واللي بقوله لحضراتكم وبغض النظر عن أن البعض بيفكر في حاجات تانية أخرى إحنا بالنسبة لنا مباراة الاهل والزمالك بإذن الله يوم الخميس الساعة 8 على أستاذ محمد بن زيد ده أمر محسوم وأمر مفوش نقاش ده واحد اتنين بالمناسبة الناس ممكن تكون متخيلة أن المعسكر الأبيض مثلا منشغل بالتفاصيل اللي بتتقال في السوشيال ميديا أنا عايز أكد لكم الفريد بيتمرن يومين بشكل ما عندوش أي أزمة خالص حتى الأزمة بشأن اللاعبية الزمالك أنت بتتكلم في مجموعة أو اتنين لعيبة واحد مصاب زي نبيل عماد دونجا وبنتكلم مثلا في مصطفى شلبي حتى لو مصطفى شلبي مش موجود في مشلاك كونراد فجزي جميس ما عندوش أزمة في شكل الفريق أو جهزيته المباراة الاهل قصة عبدالواحد السيد كان مزير كورة حانا مش بنتكلم في مزير فني أو يعني إدارة فنية فهو تقدر تقول مشاكل في إطار إداري لكن على المستوى الفني ما فيش ما يعيق لإقامة المباراة حتى هذه اللحظة والمباراة في موعدها ما بين الأهل والزمالك ومش عايز أقول له حتى هذه اللحظة كل شوية لا ده الغاية يوم الخميس المباراة في موعدها ما فيش أي نقاش على فكرة تأجيل أو ترحيل أو الغاء أو كلام ده كله والناس تقول لي أصلي مش عارف لو فيه فريق ملعبش يطلع فريق تاني فيه نص في اللايحة بيقول الكلام ده لو فيه نص في اللايحة أكيد كنا شفنا نص المادة كذا البند كذا بيقول كذا لكن لايحة السوبر يعني أكيد اللي كان بيعملها أو اللي كان بيحط تشريع للايحة السوبر مثلا ما كانش هيجي في مخيلته مثلا أو في تفكيره إنه ممكن فريقة أهل من السمي فاينال للفاينال ويعتذر عن المباراة النهائية فبالتالي هتبقى حالة طرقة بالنسبة لهم هيفكروا فيها إزاي الله أعلم ده إذا أصلا فيه قرار بشأن الموقف اللي احنا شايفينه في نادي الزمالي ولكن بغض النظر بقى عن كل ده أنا عايز أتكلم في تفصيلة تانية أهم من كل التفاصيل دي مش عايز أعمل فلاش باك ولكن واحدة واحدة كده مع بعض نفتكر أو نتذكر لما كان بتحصل مشاكل في المباريات هنا في مصر وعلى الملاعب المصرية كان دايما وأبدا كل كل كلامنا كان بيبقى على حاجة واحدة بس أو سلوها واحد من آمن العقاب أسائل أدب بمعنى هو اللعاب اللي بيغلط في الملعب أو بيخطئ أو إداري أو مسؤول هل القرارات الاندباطية أو التأدبية بتصدر سريعا للأسف لا كانت بتحصل ضد لعاب النادي الأهلي في فترات طويلة القرار سريع إيقافات لفترات طويلة ما كانش فيه موأمات زي ما احنا شايفين دلوقتي ده فيه مباريات من المسلم الماضي لغاية اللحظة دي لم يتخذ فيها أي قرار الناس تقول لي إيه علاقة ده باللي احنا فيه دلوقتي هو اللي احنا فيه ما هو اللعيب هنا لو تعاقب وخد الجزاء طقا للليحة ولجنة الاندباط بتجتمع وبتاخد قراراتها في توقيتاتها السليمة وما فيش موأمات ما بين المسابقات والاندباط واتحاد الكرة مستني أعمل إيه وما عملش إيه ما كناش وصلنا للمرحلة دي اللاعب اللي عارف إنه لو غلط هيتعاقب ما يطلعش بره يعمل غلطة فيه رولز محطوطة في الملاعب وفيه قواعد مسؤولة عن تنظيم المباراة في الملاعب فكرة إنه هنا لو فيه لعيب بره لسكور وقاعد بره في المدرج عايز ينزل مع نهاية المباراة لو فيه قواعد بتطبق هنا من المرأبين اللي موجودين في المسابقات مش هيحصل الكلام ده والعاكده بره وعلى فكرة الحاجات دي مش أول مرة تحصل دي قررت قزة مرة قبل كده وبالتالي لازم الناس هنا تحاسب نفسها قبل ما تحاسب أي حد تاني أو قبل ما تتكلم في أي موضوع تاني خاصة إن المشاكل كلها شايفينها في اتجاه واحد نفس الأزمة في اتجاه واحد ماتش الزمالك والمصري حصلت فيه نفس الأزمات ونفس المشاكل دي صدرت قرارات لغاية دلوقتي؟ لا ماتش الأهلي والبيراميدز ده فيه لعيبة مش أقول خرجت عن النص دي قالت حاجات ممكن تتوقف فيها بالشهر والتنين والتلاتة والستة الشهور كمان ماتخدش فيها قرار وبتلعب لغاية دلوقتي يبقى اللعيب لما يشوف ده بيحصل في المؤسسة أو في المؤسسة اللي بيلعب فيها أو في المنظومة اللي بيشارك فيها ومحدش بيحاسبه وما فيش عقاب للصغير أو للكبير خلاص هو برحته بقى في أي مكان هيطلع بره هيعمل اللي هو عايزه لغاية لما يصطدم بوجود لوائح بوجود قوانين ولكن انت لما بتطلع هنا ممكن تعمل أي غلطة مش عارف مين بيتكلم مثلا يعني قصة أكبر قلعة رياضية في مصر اتقالت فترة كبيرة جدا عندناش مشكلة هيكل لها شعارات هي بطولات ولا ألقاب لا شعارات ولكن كانت الأزمة فيما بعد هذه الجملة حد توقف على الجملة اللي بعد أكبر قلعة رياضية في مصر محدش توقف عن ده هي الأزمة كانت في الجملة اللي بعدها ليه؟ لأنها أزمة خرجت بره إطارها الطبيعي قول شعارات زي ما انت عايز بس لو حد مش بتقبلها زي ما انت حر تقول زي ما انت عايز الغير برضو ممكن يقول لك لا مش عاجباني لا أنا شايف حاجة تانية يبقى حر لكن ما تقولوش ولي مش عاجبه كذا الحاجات اللي زي دي لما العب يشوف المسؤول عنه بيتصرف بهذا التصرف ولما بيشوفوا الإعلام بشكل عام ما بيحطش إيده على الغلطات دي ويحاسب ويعاقب ويعاقب على ده خلاص زي ما بيقولوا كده هي دي المشكلة اللي احنا بنعاني منها دلوقتي هي دي المشكلة اللي احنا بنعاني منها دلوقتي أنا باتكلم عن الشيق الرياضي ده خلصته في البداية لكن الأزمة اللي احنا فيها هو الجزء ده من آمن العقاب أساء الأدب للأسف قرارات انضباطية بتتأخر بالست شهور موسم انتهى كتم فوق قرارات تتخذ قبل مباراة السوبر قالك لا استنى بعد السوبر ده هيلعبه بعض نوقف لعيب ونوقف مدرب أنا مش فاهم مين اللي بيدير المشهد بالشكل ده عشان يوصلنا للشكل ده أو للطريقة دي هي دي كل الأزمة ولكن في النهاية كلنا شايفين الأخطاء في اتجاه واحد الأخطاء في جانب واحد القرارات لا تصدر تجاه هذا الطرف وفي النهاية القرارات لو ضدي أنا بتبقى جاهزة وسريعة ومتنسوش حاجة مهمة حصلت في الساعات الأخيرة ممكن البعض موقفش عندها كتير لما الأقل شاف ان فيه خطأ انضباطي داخل البعثة على طول كان القرار الرسم صادر الإعلان الرسم صادر والتنفيذ تم ده بيبقى رسالة لكل أطراف المنظومة وبالتالي هي مش بالشعرات هي بالقرارات والحاجات اللي موجودة على أرض الواقع والمواقف اللي احنا نقدر نشتغل بيها أنا ممكن أعد أقول شعرات كتير قوي لكن في الآخر لعيب عندي غلط عاقبته؟ لا اعتذرت بالنيابة عنه؟ لا اتحاد الكور أصدر قرارات انضباطية بعد الخروج عن النص اللي حصل في المقصورة؟ لا رغم أنه فيه مرائب بس ابحث عن أسماء المرائبين وانت تعرف ليه المواقمات موجودة هم هم المرائبين اللي موجودين في المقصورات اللي بتحصل فيها مشاكل هم اللي بيسافروا برا ليه؟ رجالتنا بجيب لك من الآخر مش عايز أسمي المسميات ولكن ابحث كده عن الأسماء هتلاقيهم رجالتنا المفروض اللايحة بتقول لو حد غلط واخترق أو تعدى على عنصر من العناصر المنظومة اللي موجودة في الملعب يبقى فيه قرار انضباطي الناس تقول لي ما هو لما يرجعوا ده بالعكس ده فيه مطش تاني لازم القرار يطلع قبل المطش التاني هل شفت التقرير؟ هل شفت انعقاد لاجتماع المسابقات؟ هل شفت انجتماع لاجنة انضباط؟ هل اتحاد الكور أصدر أي بيان؟ كل عامل نفسه مش شايف عشان كده في الآخر دي النتيجة اللي احنا شايفينها دلوقتي